موسيقى الدرس السابع الطفلة والقمر مع من تحدثت الطفلة في النص مع القمر اكمل الاقوال شفويا كما سمعتها رأت سناء القمر فقالت ما ابعدك ايها القمر قالت القمر ولكن الانسان استطاع بوصول الى الي دسمت ام سناء وقالت ما اجمل خيالك يا سناء اضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة جلست سناء في حضرقة المدرسة حضرقة البيت حضرقة الاطفال حضرقة البيت خبطت المركبات الفضائية على سطح القمر الشمس الأرض القمر شاهدت سناء القمر في التلفاز السماء الحلم السماء ماذا استخدمت الانسان للوصول الى سطح القمر الصاروخ نعم اذا هذه عنا السور الخاصة في الدرس السابع وهي عن الطفلة والقمر هذه إجابات أسئلة استمع ونأتي الآن إلى النص كما هو نعم الطفلة والقمر جلست سناء في حضرقة البيت تتأمل جمال الليل رأت القمر في السماء قالت ما أبعدك أيها القمر قال القمر ولكن الإنسان استطاع الوصول إلي إلي قالت سناء كيف أجاب القمر كان الإنسان يحلم قديما باكتشاف العالم ركب البحار ثم اتجه إلى الفضاء بمركبات فضائية هبطت على سطحي قالت سناء هل اكتفى الإنسان بالوصول إلي قال القمر لا يا سناء الإنسان ما زال يحاول اكتشاف كواكب ونجوم أخرى سمعتها أمها سمعتها أمها فسألت مع من تتحدثين يا ابنتي قالت سناء مع القمر ابتسمت أمها وقالت ما أجمل خيالك يا سناء نعم أحسنت إذن ما هو عنوان الدرس الطفلة والقمر إذن عندنا سناء جالسة في حديقة البيت تتأمل جمال القمر وتتحدث مع القمر سارة تتخيل إنها تتحدث مع القمر وإنه كان حتى القمر يسألها ويجاوبها وشو اسمه وأيضا في النهاية سمعتها أمها سألتها مع من تتحدثين قالت لها مع القمر وهذا يدل على جمال خيال سناء نعم مجد في عندنا هون أصل الكلمة في العمود الألف بما يناسبها في العمود با مركبة فضائية طائرة ورقية دراجة هوائية نعم أحسنت إذن لا نقول دراجة ورقية إذن دراجة هوائية أصل الكلمة في العمود ألف بما يقارب معناها في العمود با استطاع تمكن هبطت نزلت اكتشاف معرفة معرفة الآن خلينا أسألك شوية أسئلة هون عن هذا النص لو حكينا يا مجد أعطيني الآن اسم سناء سناء وهي اسم علم طيب إذا حكينا اسم عادي مش اسم علم بل شو من العنوان طفلة اسم ولا فعل اسم اسم القمر اسم طيب أعطيني الآن فعل فعل جلست جلست إذن جلست فعل ماضي ولا فعل مضارع فعل ماضي فعل ماضي الفعل ماضي يعني فعل صار في الزمن الماضي وانتهى إذن جلست دائما بيكون الفعل الماضي مبني على الفتحة يعني جلست جلست وفلصت يعني انتهى الفعل فبالتالي إذا بدنا نعربه هذا الفعل جلسات شو منعربه فعل ماضي؟ كم لي؟ فعل ماضي مبني؟ مبني على الفدح الظاهرة على آخره نعم طب من جلست يا مجد؟ سنة سنة إذن سنة شو بأعربها بهذه الحالة؟ فعل مرفوع وعلامة رفعه الكسرة لا علامة رفعه الضم هاي عليها ضمة فبالتالي علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره طيب أعطيني يا مجد كمان خلينا نحكي بها من هاي الفقرة أجابها القمر أعطيني حرف جر من هاي الفقرة أعطيني حرف جر شو هي حروف الجر أخذناهم زمان؟ من إلى عن على في ألباء اللام إذن هذه هي حروف الجر على حرف جر كمان في عندك إلى إلى كمان حرف جر نعم أحسنتي إذن إلى هون كمان هاي حرف جر من هوت تحتها خط طيب أعطيني يا مجد أعطيني اسم استفهام مش جملة استفهام بدنا اسم استفهام جابت قمر لا اسم استفهام زي كلمة هل إذن هل بنكتب تحتها اسم استفهام نعم أحسنتي طيب يا مجد إذا بدنا نحكي لك عن جملة الاستفهام يعني الجملة بتكون جملة كاملة تتكون من اسم الاستفهام ومن كامل وبقية الكلمات التي تليها يعني هل اكتفى الإنسان بالوصول إليك هاي كل ياتها تعتبر جملة استفهام إذن هاي اسم الاستفهام وكل الكلمات اللي وراها هاي تعتبر جميعها جملة استفهام جميل طيب يا مجد أعطيني الآن حرف عطف حرف عطف خلينا نحكي حضيقة لا بلاشا ما فيش حرف عطف طيب أعطيني يا مجد جملة تعجب تعجب قالتنا كيف لا هلأ جملة التعجب دايما بيكون يا مجد لا هاي علامة استفهام إذن هاي تسمى اسم استفهام إذن هذه اسم استفهام طيب إذا حكينا عن جملة التعجب هاي هاي إشارة التعجب تسمت أمها وقالت ما أجمل خيالك يا سنة نعم إذن من هاي من هون إلى هون هاي كلها من سميها جملة التعجب نعم أحسنتي الآن لننتقل إلى السؤال رقم ثلاثة اختار من العامود با ضد الكلمات الملونة في العامود جلست وقفت أبعدك ما أقربك قديما حديثا أحسنتي إذن الكلمات الملونة لما نحكينا ما هي الأضاد الأضاد يعني الكلمة وعكسها عكس جلست معناها وقفت عكس الأبعد أقرب وعكس القديم الحديث نأتي الآن إلى هذا التمرين املأ الفراغ على نمط المثال وقفة وقفت وقفت ذهبت ذهبت نعم خريجة خريجت وعدة وعدت فهمة فهمة نعم أحسنتي وهذه التأ يا مجد ماذا نسميها؟ التأنيذ الساكنة الساكنة نعم أحسنتي نأتي الآن إلى سؤال الخامس أضع كلمة علي بدلا من سناء ثم نجري التغيير المناسب جلست سناء في حضيقة بيتها جلس علي في حضيقة بيته نعم نأتي الآن إلى سؤال السادس وفيه تدريب على جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم حكينا زمان أنه ينتهي بالوا والنون أو باليا والنون مهندس مهندسون مزارع مزارعون مسافر مسافرون معلم معلمون نعم السؤال السابع وفيه تدريب على اسم الفاعل املأ الفراغ على نمط المثال جلس جالس كتب كاتبا وقف واقفا نزل نازل السؤال الثامن نكمل على نمط المثال وفيه تدريب على جمع التكسير حقيقة جمعها حقائق يلا غريبة غرائب عجيبة عجائب صحيفة صحائب دقيقة دقائق وهنا نكتب الأو في الفراغ ثم نقرأ أجاب الطالب عن أجاب الطلبة عن سؤال المعلم نعم لا تجي العمل اليوم إلى غدا أذن المؤذن للصلاة نعم والآن نضع علامة التعجب في نهاية الجملة دائما أغلب جمل التعجب تبتدئ بالما كلمة ما ما أسرع الطائرة ونضع علامة التعجب نعم ما أجمل السماء ما أغضم الماء والسؤال الثالث نملأ الفراغ بحرف الألف نعم هل القاعدة الرئيسية يا مجد في هذا التمرين هذا التمرين مهم جدا لماذا نضع الألف القائمة يعني منحط ألف قائمة ما منحط الألف المقصورة اللي بتيجي هيك أوكي لماذا هاي القاعدة الرئيسية فيها إنه نحولها إلى الفعل المضارع إذا منجيب هذا الفعل نما شو المضارع تبعه ين ين مو إذا كان الفعل مضارعه بالواو ينتهي بالواو هذه الواو سوف تقلب إلى الألف في حالة الفعل الماضي يعني إذا كان عنا ينمو فعل المضارع فإذا رح يكون فعلها الماضي نما بالألف القائمة وليس نما بالألف المقصورة هيك إذن هذه خطأ إذن نكتب نما هكذا بالألف القائمة لأنه مضارعها ينتهي بحرف الواو إذن الواو تقلب إلى الألف ونفس الحالات الأخرى نمى إذن زي السمى ودنى وعلى ونجى اقرأي نمى الزرع بعد سقوط الأمطار سمى المؤمن بفعاله الحسنة دنى الحصان من العشب على الطائر في الفضاء نجى الرجل من الخطر نعم وهنا تدريب على النسخ اكتب بخط جميل كان الإنسان يحلم باكتشاف العالم ما أجمل خيالك يا سنة نعم والإملاء المنظور طيقة دول لؤي 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 مبكرا ونظر من نافذة غرفته شاهد الشمس مشريقة فخطر 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 في نفسه سؤالا لماذا استطاع الإنسان الوسود إلى القمر ولم يصل إلى الشمس نعم أحسن تيه وهنا لدينا قصيدة بعنوان القمر الصغير القمر الصغير والشاعر محمد جمال عمر إذن يقول فيها القمر الصغير في حينا ينير وكلنا نحبه وخلفه نسير مزين بالنور بالعطر والزهور بأصدقاء يا أصدقاء جاءكم جاءكم بالحب والسرور بالأمن والسلام والود والوئام حياكم حياكم بأطيب الكلام نزلت من سمائي أزور أصدقائي أحبهم أحبهم يحلو بهم لقائي وهنا لدينا نشاط جميل جدا وممتع للأطفال أصنف الكلمات في الجدول بحسب نوعها ثم نلون كل عامود بلون مختلف إذن ها من الذكرة حتى هذه اللعبة كانت للأطفال إنسان، حيوان، نبات، بلد، واجماد شو عملت يا مجد؟ نجد أن نختار من الكلمات لهم وخطم نعم يعني كلمة الأردن هل هي إنسان، حيوان، نبات، بلد، أم جماد؟ نعم بلد نضعها تحت العامود الخاص بكلمة بلد كل المكتوبات هون وخطم طيب اقرأينا إياهم أنت هون إنسان إنسان، خالد، طبيب، محمود حيوان، الجمل، الأسد، نعمة البطة، العصور نبات، التين، التفاح، الليمون، الفراولة بلد، الأردن، دان اليمن، والجماد جماد، اللوح، الطاولة، الكتاب وهكذا ننتهي من الدرس السابق هنا وهنا أكيد آيات من ذكر الحكيم ونراكم في الدرس الثامن ابن بطوطة إلى اللقاء إلى اللقاء وضع الفيديو للايك شكراً